ما إن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته تقديم موعد الانتخابات العامة حتى تداعت أحزاب المعارضة إلى طاولتها السداسية لنقاش التطورات اجتماعها خرج بموقف يؤيد إجراء انتخابات قبل موعدها المعلن شرط أن يكون قبل السادس من أبريل قبل سنة من الآن تم تغيير قوانين الانتخاب في الدستور بما يسمح لرئيس بترشح لثلاث فترات وحسب قوانيننا عند تغيير قانون الانتخاب يجب أن تمر سنة عليه لكي يمكن تطبيقه ولأننا نعترض بشدة على ذلك القانون الذي يسمح لسيد أردوغان بترشح للانتخابات المقبلة فإن أي تاريخ بعد السادس من أبريل لا يخدمنا كأحزاب معارضة إلا أن لمقترح الرئيس التركي مؤيدوه معللين موقفهم بمراعاة ظروف الطقس وأيام الإجازات التي ستشهدها البلاد سوف تحل العطلة الصيفية للمدارس وهناك امتحانات جامعية وكذلك لدينا عد الفطرة وأمام جدول المزدحم كهذا لن يكون مستوى مشاركة الناخبين بالشكل المطلوب والعملية الانتخابية لن تتحقق بشكل ديمقراطي صحيح لذلك لو قدمنا الانتخابات لكون حققنا أمرين أولا قطع الطريق على التذبد بالحاصل في الأسواق بسبب الانتخابات وثانيا تحقيق أكبر جسبة مشاركة وسبق للرئيس أردوغان إعلان عزمه الترشحة لولاية ثالثة ملقيا الكرة في ملعب المعارضة لتحديد مرشحها الذي لم تعلن عنه حتى اليوم يرى الشارع التركي أن تحديد موعد دقيق للانتخابات المرتقبة لن ينهي الجدل الذي يسبق العملية الانتخابية بل قد يفتح بابا آخر من السجال بين الأحزاب المتنافسة التي تحاول كسب الوقت لترتيب أوراقها بما يكفي محمد المشهر ووسك نيوز عربية إسطنبول